ادخل صباح الخير صباح النور اتفضل يا سمر الزيت الحمد لله انا عارف انك مجهول فما ابغى اطول عليك يا ترى جريت قصتي اه واش والله يا سمر انا مش عارف اقول لك اش يعني هو اسلوب مش بطال بالنسبة لبنت سنك بس انا شايف لأسف ان اتي محتاجة تطوري من اسلوب بشكل كبير المستوى اللي انا قريت قولك يعني انا مش عارف اولهلك ازاي بس دي كتابة مراقبة يعني صعب انها تتنشر في كتاب مثلا من جد اه انتي فهمه عصلي طبعا عموما بشكرك يا دكتور لكل منا شخصية يحترمها لا يضعها في مرتبة البشر شخصية قد لا تكون قابلتها من قبل وفي نفس الوقت تقدرها وتعتبر كل حكاية عنها بمثابة حكاية اسطورية وقد رسمت في مخيلتك صورة ملائكية له انها اكثر الشخصيات المؤثرة في حياتك لكن ما يلبث كل ذلك ان يتحطم عندما تقابلك تلك الشخصية بذلك الجفاء وتسأل نفسك اهذا من كنت تحلم بلقائه تضعك الظروف في لقاء اخر معه واذا به يحاول ان يحطم كل احلامك وامالك برأي الهادم في عملك وفي شخصك ستدرك انه ليس الا واحدا من اولئك البشر العاديين الذين ربما تحبهم او تكرههم ولكنه لم يعط مثلك الاعلى بعد الان انت بجد هتعمل كده؟ يا ابني استنى ورد علي عايز انت ايه دلوك؟ عايزك تفوق انا فوق وعشان فوقت انا رايح لانجلترا يا ابني يا انجلترا دي اخر الشارع هتسفر ازاي؟ اجيب تذكرة من مطور ده مطور تخلف ليش موها فوتوبيسات قادر بيزا انا معايا زفت يلا ما تخلص يا ابني لسه عادي علي جده ماشي يا راح جده قهوة لو سمحت سمر ازاي؟ الحمد لله حلوة المطالة اللي انت كتباها شكرا يا دكتور هي عن احمد زكريا مش كده؟ لا انا كتبتها من زمان ودوبي نشرتها بعدين لاش هاد السؤال؟ المفروض ما تقربيش من احمد يا سمر ماشي بتقوله هاد يا دكتور؟ احمد مش سهل احصل لك تبعدي عنه دكتور حضرتك تبغى شي معين؟ عايزك تخلي بالك من نفسك يا سمر طيب عن اذنك انا عندي محاضرة ده حين